ترجمة نانسي قنقر وهي موقع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والألكتروني موقع الإدارة العامة للحراسات موقع مدرسة التدريب التابعة للإدارة العامة للحراسات وموقع إدارة المعلومات الجنائية التابعة للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وموقع الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل وموقع نادي ضباط الأمن العام وموقع مجلة وطني التي تصدرها إدارة الإعلام الأمني وموقع مركز الإعلام الأمني بحلته الجديدة وبذلك تنضم هذه المواقع إلى المواقع الأخرى التي تم تدشينها في السابق وهي 13 موقعا ليصبح العدد الإجمالي للمواقع الألكترونية 20 موقعا بعدها تفضل معالي الوزير بالضغط على زر التدشين معلنا بدء عمل المواقع المستحدثة وتلك التي تم تطويرها لتسهيل التواصل مع القطاعات المعنية وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجية التطوير والتحديث بكافة القطاعات والعمل على تفعيل آليات التواصل مع كافة فعاليات ومكونات المجتمع تعزيزا لمبدأ الشراكة المجتمعية وبما يزيد من قدرات الوزارة على أداء الواجبات المنوطة بها مشيدا معاليه في هذا الشأن بجهود إدارة تكنولوجيا المعلومات والإبداع الإلكتروني وكوادرها المتخصصة في إعداد وتصميم المواقع الإلكترونية في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وأشار معالي الوزير لأهمية رصد ودراسة ملاحظات مستخدم هذه المواقع الإلكترونية والبناء عليها كأساس في عملية التطوير الشاملة منوها إلى أن هذه المواقع تعكس مستوى المسئولية والجهود التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية في إطار التواصل مع المواطنين والمقيمين وقد تم تصميم المواقع المدشنة وهي السبعة مواقع على أسس تتوافق وطبيعة عمل الإدارات الخدمية المعنية ويمكن الجمهور الكريم متابعة هذه المواقع من خلال رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ترجمة نانسي قنقر